اشتركوا في القناة النفخ بالبالون زرق الشبكات والدعمات القلبية نحن هون بالمشفى هيرجيسيا الدولي منقوم بالخدمات التالية لمرضانة تم استقبال حالات الباردة في العيالات الخارجية في العيادة القلبية ويتم التقييم المريض عن طريق إجراء الفحص السريري مع إجراء الاستقصاءات اللازمة مثلاً كالتخطيط القلب الكهربائي الإيكو القلب الدبلر بلوار إجراء التحاري اللازم له وبعض الصور الشواعية وبناء على المعطيات السريرية نقوم بقبول المريض مثلاً في قسم الداخلية العامة أو في العناية المشددة أو نصف المشددة حسب المعطيات التي توفرت لدينا من فحص المريض أو نقوم بكتب وصفه وصرفها خارجياً أو مريض خارجي وفي الحالات الإسعافية يتم قبول المريض عن طريق قسم الطوارئ حيث يتم التقييم المبدأ للمريض هناك وحسب حالته السريرية يتم القبول في أقسام المشفى المختلفة وإجراءات اللازمة لهم وفي حال كان المريض بحاجة لإجراء قسطرة قلبية إسعافية مثلاً في عنا هنا يوجد لدينا جهاز قسطرة متوفر 24 ساعة إلى 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع لإجراء القسطرة والتوسيع حسب الحاجة للمريض وحسب وضع الشرعيين لكيلي لديه ويتم بعدها قبول المريض في العناية حتى يتم الاستشفاء بشكل كامل الحالات التي نقوم فيها هنا في المشفى هرجيسيا كعيادة قلبية قبول الحالات الإقليلية الوعائية الحادة أكوت كوروني سيندروم نحتشاء عضلة قلبية أكوت امعاي أو نستيبل انجاينا ويتم تقييم المريض وقبوله في قسم العناية وإجراء القسطرة لاحقاً إن لازم الأمر قصورات العضلة القلبية الهيرت فيلر اضطرابات نظم القلبية كالرجفان وذيني أترافبريشن وغيرها أمراض القلبية الخلقية الولادية ما كالفتحات كالضرابات تبدل وضع الشرعيين وغيرها الأمراض القلبية لدى الحوامل هناك سيدات حوامل يكون لدينا أمراض قلبية مثلاً قصور بعض الصمامات التي تحتاج لمراقبة دورية أثناء الحمل وتحضيرها ما قبل الولادة يتم لدينا المتابعة والمراقبة إن شاء الله تعالى وكذلك استشارات ما قبل العمل الجراحي الكثير من المرضى الذين لديهم أمراض قلبية أو فوق عمر معين فوق 45 للرجال وبعد سنة ضهر للسيدات يفضل إجراء استشارة قلبية قبل إجراء أي عمل جراحي وشكراً لكم نحن الآن في مخبر القصطرة القلبية في مشفى هرجيسيا الدولي الأخبار القصطرة القلبية يقوم بإجراءات هامة جداً وإسعافية وإنقاذ لحياة المريض وهي عندما يحضر لدينا مريض بحالة قلب حاد أو احتشاء عضلة قلبية نتيجة انسدات في الشرايين يتم قبله في القسم ودراسته ودراسة سريعة ويحالوا إلى قسم القصطرة لإجراء القصطرة القلبية القصطرة القلبية عبارة عن هي تصوير الشرايين القلبية الإكليلية تصوير ضليل كما نرى الآن هذه الشرايين القلبية عبارة عن هذا الجهاز والقصطار والشريان يظهر بلونه الأسود الفاتح الرمادي التي يجتحقن مادة ضليلة فيه والتقاط عن طريق الأشعة عندما يحضر المريض هذه الطاولة طاولة متحركة يستلقي عليها المريض نحن نقوم بتحريكه بالجهات المختلفة أمام والخلف والأمام هذه تحريكة طاولة هذه الطاولة متحركة لماذا يتحرك؟ لأنه عندما نريد أن نصور الشرايين القلبية يجب أخذها من عدة وضعيات وليست مضعية واحدة لأنه إذا نظرنا إلى الشرياء من هذه الجهة غير العمل أن نرى مسقط عمودي عليه فهذا يجب أن ترى التضيق وتحدد طوله وإذا كان الشرياء متعرج يفضل إجراء من أكثر من الصورة هذا بالنسبة للطاولة كذلك بالنسبة للتيوب الأشعة هذه مكثفة الأشعة تصدر أشعة تمر وتخترق العضلة القلبية وفي المادة الضليلة التي حقدناها داخل العضلة القلبية بالشرعيين تظهر لدينا تلعكس على الشاشة ويتم هكذا الجهات نسمى تيوب يعني مثلا المريض مستلقيها هنا قلبها هنا فحسب وضعية الأشعة التي أريد أن ألقيها أو صورتها فهذه وضعيات مثلا نسميها راو يعني وضعي يومنا مباشرة يتم إسقاط الأشعة لبعض الشرياء المعينة هكذا كوض الشيان عندما نريده بوضعية أخرى نقوم بإجراء صورة معامدة لها متعددة إذا انتبهنا نهاياتها مختلفة حسب الشرياء الذي يراد هذين يدخلوا عن طريق اليد أو عن طريق الفخد يدخل عبر الفخد مثلا إلى الأبهار قوس الأبهار الأبهار الصاعد ثم الشريين القلبية ومن بخ المادة الضليلية فيه هاي القساطر أشكال ومقاسات مختلفة حسب طول المريض حسب الشرياء وتوضعاته هذه المداخل الفعبرية منسميها أو الغمدات نحن لما نفوت القسطار هذا ما نفوته بشكل مباشر نحن أول شي شو القسطرة نجبنا إبرة وفوتنا الإبرة وبعدين منفوت سلك نسحب الإبرة بعدين منجيب الموسع القسطار منفوته لجوه هيك طوله تقريبا حوالي 15 شك حسب الطول البدنية بعدين من القسطار يتم إدخاله عن طريق الغمد أو الشيت ندخله بهالمناطق الدراع مثلا لحد القلب أو من الفخد لحد القلب بدون دم ولا جراحة بدون دم ولا جراحة بدون جراحة يعني المريض يجي بدون جراحة فينا صورة للشرب تكون أفضل ايه إذا في صورة للشرب يكون أفضل المريض لا يحتاج لجراحة لا المدخل الفخذي وهو غديما يعني سابقا كان يستخدم مدخل الفخذي حيث ندخل الشيت من هنا أو الغمد ومن ثم ندخل القسطار القسطار بيمر بحبل الشرايين الأبهر حتى الأبهر الصاع الأبهر النازل قوس الأبهر أبهر الصاعد من هنا منشع شرايين لكيلية من بداية الأبهر من طلاقه من القلب منشع شرايين لكيلية القسطار نهايته بتكون معقوفة أحسب الشريع المراد فعندما وصل عند نبلغ نهاية الأبهر نقوم بفتل القسطار حتى يتم الأنججة أو الدخول إلى الشريع الكليل الأيمن أو الكليل الأيسر وبعدها نقوم بضخ المادة الضليلة أو الطريقة الحديثة عن طريق الشريعين الشريعين الكعبري من هنا ندخل القسطار ندخل القسطار هكذا ويضلوا بتجهين بالشريعين العضودي تحت رقوة حتى نوصل للشريعين كمان الأبهري وندخل أيضا ندخل كعبري ومدخل فخدي بدون جراحة وبدون دم بدون عبارة عن تخدير موضعي فقط فقط جدا لا نستخدم الجراحة جراحة في القلب ولا جراحة وحاليا نتم إجراء تصوير الشريعين كلاوية كمان عن طريق إجراء القسطرة أو تصوير الشريعين بالأطراف عن طريق القسطرة لأنه هاي كليات كمان نفس الشي نفس المبدأ هلا حاليا في كمان القسطرة للأوعي الدماغية إذا تم العائزات الخفرة من الشريعين الدماغية خلال فالساعات يعود بوظائفه الطبيعية الجلطات الدماغية نفس مبدأ القسطرة القلبية بس نفوت من السبات على الدماغ ممكن معالجتها بالقسطرة وممكن معالجتها حتى أمهات الدم عبارة توسعات وأي دماغية قد تؤدي إلى التمزقات في المستقبل وهنا يتم في وشائع خاصة تخطيرها إذا كيف معالجت الغلطة الدماغية الغلطة الدماغية إذا حقناها سبب الشائدة خلال ثلاث ساعات من الإصابة قبل تعمل التموت في الخلال العصبية يعيش مريمة كيف لاحق في بعض الدول العالمية في مراكز متقدمة يعني أنه مثلا عندنا احتشاع ضلاء القلبية مثلا مثلا أنه كل 32 كيلو متر تخيل في بعض الدول في جهاز قسطرة بعد أن مريضة ما تأخر عليه طبعا نحن هذه الأدول المتقدمة يعني نحن الحمد لله لا نقدر تقدم هذه الأمور بس يعني لحيانا المريض هي بس يبلش المريض يحس بالخذل والأطراف يبلش المشكلة العصبية عندها طبعا في شغلات كثيرة تصوير الشرايين الكلاوية مثلا مريض الشاب عنده تضيق عنده شرياني الشاب الصغير قد كان مشاكل بالشرايين الكلاوية يعني مشاكل الأوعية العرج المتقطع بعض الناس المتنمشي شوي بعدين قد تكون مشاكل وعائية طرفية تحتاج من القسطرة والتصوير الضليل للشرايين وقد تحتاج توسيع أو عمل الجراهي حسب هذه عبارة عن الوعاء الدموي هون بيكون الدم بشري هون بصير تراكم الكوليسترول البلاك العصيدة لما تتراكم الشحوم التي الكوليسترول تتسمك فتتسمك الجدار وبالتالي بتضيق المجرى تبعه عندما يتضيق هون بتمر الصفيحات نتيج تمزق في العصيدة بتشكل خطرة عليها فتتسكر جريان الدم شاهف احنا شاهف شنون هاي الاشتراع الكليل لما يتسكر جريان الدم هون مع عديمور ما منفوت بالقسطرة منوصل لهون نسحب الخطرة أو من جيب بالون من ننفق البالون من وسع التضيط ومن حب شبكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا